موسيقى موسيقى بالنسبة للنماذج اللي بنستخدمها في الموقع والتي ترسل لنا من الإدارة الرئيسية والتي يوجد عليها كود ورقم إصدار هالقسم الجودة يضع الأرقام بناءً على ستندر أم يضع كويداً تبقى المزال لأ طبعاً هو بيخط أرقام طبعاً الستندر بيسميه دي هو بيخط سريع النومبر كده بيبقى موجود في الفوتر من تحت اسم كنترال كوبي ده بتعني إن حضرتك ملتزم بالفورم دي وما غيرتش فيها أي حاجة لما بتيجي تغير في الفورم دي لازم ترجع للكواليتي دي بارتمنت اللي عندك في الشركة علشان تطلب منه إن الفورم دي أنت هتعمل عليها تعديل وهو بيعمل لك التعديل اللي انت عاوزه في الفورم دي وبيدي لك تحت على التعديل على الفورم دي علشان تبقى الكنترول قبي دي معروف إن انت بتتعامل معيها في كل البروجيكت بتاعك طب فرضاً إن انت في عندك دوكيمنت ما فيهاش الفوتر ده جيبته اعتبر إن هي دوكيمنت ان كنترول مش تحت الستندر بتاع الايزو ومشكلة جامدة جداً لو الايزو جي فتش عليك ولقى إن الدوكيمنت اللي انت بتتعامل بيها أو الفورمز اللي انت بتتعامل فيها في المشروع مش مطابقة للفورمز اللي هو اديها لك في أول المشروع فلازم تلتزم بيها كويس جداً وتعمل حسابك إن انت لو ما تزمتش بيها هيبقى عندك نانكو فورمز في البروجيكت ده